موسيقى موسيقى حلقة جديدة في حوار اليوم فأهلا بكم وسط ظرف عالمي معقد ودقيق عقدت في العاصمة السعودية الرياض القمة العربية الصينية الأولى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان الحضور العربي القوي في قمة الرياض جاء لتأسيس عهد جديد من التعاون مع العملاق الأسيوي القمة العربية بتعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في مصاري العلاقات العربية الصينية حيث تم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد بما يعود بالخير على الشعب الصيني وأيضا الشعوب العربية بالتأكيد حول هذا الموضوع يشرفنا في حلقة اليوم من البرنامج دكتور سيد مكاوي زميل كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لالنهر أهلا بك دكتور سيد أهلا أهلا أشهر بي أنا أستاذ أنحردك وأستاذ المشاهدين نخرج معا لمتابعة جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القنة أدعو الجميع اليوم الاعتبار انعقاد هذه القنة بمثابة علامة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين حيث أن الصين ورغم كونها بالفعل الشريك التجاري الرئيسي لعدد كبير من دولنا العربية فضلا عما يجمعنا من تعاون استثماري جوهري إلا أن أفاق التعاون بين بلداننا لا زالت رحبة وبإمكاننا تحقيق المزيد والمزيد في مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة وإن أفاق التعاون العربي الصيني وفرص تطويره لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي بل تمتد للأفاق السياسية والثقافية فقد كانت السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضية العربية بشكل عام وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص ودعم الجانب الصيني لحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي ولقد بادلت الدول العربية تلك البواقف الصينية المتزنة والدعمة بمواقف مساندة للصين ومتفاهمة لقضاياها وشواغلها وإن هذا التقارب في الرؤى والمنطلقات يشجعنا على المزيد من التنسيق إذا مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية لكل منها واستنادا على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يمكننا التعاون لبحث سبل معالجة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الملفات وفي مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وإنهاء معاناة الشعوب وإحلال الأمن والسلام وتقديم أوليات التنمية على الصراع والتنازع الأخوة والأخوات اسمحوا لي أن أعيد التأكيد مرة أخرى على قضية أثق أنها تؤرقنا جميعا لما تحمله من قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية ألا وهي قضية الأمن المائي العربي وأنني لهذا أدعو إلى وضع هذه المسألة على رأس أولويات تعاوننا المستقبلي ضمن منتدى التعاون العربي الصيني وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية كما أنني أود أن أجدد الدعوة للأشقاء في سيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصد إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسأل مدى أهلا بكم من جديد دكتور سيد مكاوي يمكن قبل أن نتكلم عن منعقاد القمة أو القمتين الصينية العربية الصينية السعودية والصينية العربية هل نتكلم عن المعطيات التي سبقت هذه القمم والخاصة بالتعاون العربي الصيني نعم الحقيقة طبعا أن العلاقات العربية الصينية هي طبعا علاقات تضرب جزرها في أعماق التاريخ نتكلم عن علاقات عربية الصينية على مدى أكثر من ألفين سنة علاقات تجارية وعلاقات ثقافية ممتدة وما حصلش عبر هذا التاريخ الطويل أي صدام مصالح بين الصين وبين العرب في العصر الحديث الحقيقة العرب والصينيين عانوا من الاستعمار الغربي وجمعت بينهم معركة مشتركة ضد هذا الاستعمار تعتبر الاستعمار كان عدو مشترك وكان فيه نوع من التعاطف والتضامن بين الحركة الوطنية الصينية والحركات الوطنية في العالم العربي وليس أدل على ذلك من أن مصر كانت أول دولة تعترف بالصين الشعبية كالممثل الشرعي لدولة الصين بديلا عن التيوان اللي كانت في منظور الولايات المتحدة والدول الغربية هي من تحتل مقعد الصين في الأمم المتحدة المواقف السياسية للصين يعني اتجاه مصر واتجاه الدول العربية كان إيه أبرز معالمها؟ بشكل عام الصين كانت داعمة لكل القضايا العربية بداية من قضايا الاستقلال ودعم حركات التحرر ووصولها للقضية المركزية للقضية الفلسطينية وده كان باين في إعلان الرياض بالأمس الذي تبنى مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للسياسة الخارجية للعالم العربي الحقيقة بيجذبنا في المشهد أمس شيء جديد وهو أن لأول مرة العالم العربي يكون على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الحقيقة الدول الأجنبية كلها اعتادت أن تستسمر في تجزئة العمل العربي وبالتالي كانت العلاقات السنائية من دولة لدولة وكانت بتضيع القضايا المركزية في هذه العلاقات السنائية لأن مصالح الدول الأجنبية سواء كانت شرقا أو غربا بتتركز في المرحلة الحالية على سبيل المثال في الخليج العربي بالنظر إلى أنه طبعا البترول والنفط وما إلى ذلك وبالتالي القضية الفلسطينية كقضية مركزية العرب كانت بتحتل لجانب هامشي نعم الآن أصبحت نتيجة التجمع العربي أصبح هناك وزن عربي في التعامل مع الآخر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومن هنا جاءت القضية الفلسطينية في مركز هذه العلاقات الحقيقة كان من اللافت أن تصريحات الرئيس الصيني شيء بالأمس بتتكلم عن دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وأن يكون لهم دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو وعصمتها القدس الشرقي نعم ده في وقت اللي الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بتحاول أن تجمد الإصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي يعني زي ما بيقول بالعامية محطوط في التلاجة لأن الولايات المتحدة لا تريد أن يتأخذ موقف في هذا الصراع لأن هذا الموقف غالما سيكون منحاز لإسرائيل وبالتالي سيغضب الدول العربية الولايات المتحدة لا تريد أن توضع في هذا الموقف وبالتالي في نوع من التهميش للملف الفلسطيني ده فيما يتعلق بالملف الفلسطيني دكتور سيد لكن فيما يتعلق بالقضايا العربية الأخرى القضايا السورية القضايا الليبية كان موقف الصين منها إيه؟ الصين يعني طبعا الشعار الرئيسي في السياسة الخارجية الصينية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعار الثاني في السياسة الخارجية الصينية هو أن السلام والاستقرار هم دعامة التنمية بدون استقرار وبدون سلام ما فيش تنمية ما فيش ازدهار وبالتالي الصين ضد أي قلاقل في العالم وفي أي منطقة وهي دائما ضد الحروب ويمكن المشهد العالمي الآن الصراع العالمي على شكل النظام العالمي الجديد الصين تظهر بمظهر اللاعب العاقل الذي يريد الحفاظ على الاستقرار والسلام في حين وقت المتحدة بتؤجج الصراع وبترفع شعار احتواء الصين واحتواء روسيا وطبقا لبعض المحللين ان السياسة الخارجية وهذا ليس وسائق رسمية لكن بعض التحليلات ظهرت ان الولايات المتحدة لها مصلحة في ازدهار الصراعات في الشرق الاوسط بالنظر الا ان كسرت الصراعات في الشرق الاوسط يعني مزيد من مبيعات الاسلحة وهذا يصب في صالح لوب الاسلحة داخل الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي تظهر الولايات المتحدة انها ليست مع الاستقرار وان هي بتشجع الصراعات البينية بين الدول وترى في ذلك مصلحة لها على عكس الصين بالنسبة للصين استقرار الشرق الاوسط مصلحة جوهرية لان 50% من النفط الذي تستهلكه الصين يأتي من الشرق الاوسط وبالتالي ازدهار الصين وازدهار اقتصادها واستمرار النمو داخل الصين بيعتمد على الاستقرار في الشرق الاوسط سواء كان في العراق سواء كان في سوريا سواء كان في اليمن سواء كان في ليبيا وهي تدعو دائما لحلول سياسية وحلول سلمية في كل هذه الصراعات شهدنا ما حدث في سوريا في الوقت اللي كانت الولايات المتحدة وحلفائها بيدعموا عملية الصراع المسلح داخل سوريا ويحاولوا اسقاط نظام بشار الاسد كانت الصين من الناحية الدبلوماسية تدعم نظام بشار الاسد وتساعده اقتصاديا لم تتدخل عسكريا على شكلة ايران ولا على شكلة روسيا لكنها كانت بتدعم استقرار النظام باعتباره هو الضمانة الوحيدة لوحدة الاراضي السورية تمام خلينا نتحاول الى انعقاد القمة في حد ذاته دكتور سيد واو احنا ازاء امام قمتين يعني من المفترض قمة صينية سعودية وقمة صينية عربية يعني من المنظور العربي هم سلاس قمم قمة سعودية صينية وقمة خليجية صينية وقمة عربية صينية من المنظور العربي اما من المنظور الصيني وده كان في البيان الرياض او في اعلان الرياض بالامس هي قمة واحدة قمة عربية صينية باعتبار ان الصينيين يجتمعون مع العرب فاعتبروها قمة واحد لما نبص للصورة الكلية نجد أن الأزمة الأوكرانية بتمثل دليل عسكري على تغير النظام العالمي وتحوله من نظام أحد القطب إلى نظام متعدد الأقطب وقمة الأيام الماضية أو القمة العربية الصينية هي علامة دبلوماسية على أن النظام العالمي قد تحول وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس أمامها إلا خيارين هو القبول بنظام عالمي متعدد الأقطب أو أنها تجر العالم لمزيد من الإصراعات ومزيد من المشاكل الاقتصادية ورأينا على سبيل المثال الأزمة الأوكرانية في جوهرها هو رفض الولايات المتحدة ورفض حلف شمال الأطلنطي إعطاء ضمانات أمنية لروسيا وتجاهل روسيا في هذا الصدد كان نتيجة اندلاع الصراع في أوكرانيا الذي دفع تمنه بشكل أكثر إيلاما العالم الثالث والاقتصادات النامية بما فيها مصر وخصوصا أن هذه الاقتصادات وهذه الدول لم تتعافى بعد من أثار وباء كورونا ده بيخلينا نقول أنه يعني الدول العربية بقت الملاز للصين بدلا من الاعتماد على الغرب وأمريكا وأيضا بالنسبة للعرب هو الصين ملاز بدلا من الاعتماد على الغرب وأمريكا يعني هو الشعار العربي في المرحلة الحالية هو تنوع العلاقات الدولية والاحتفاظ بعلاقات متوزنة مع كل الأطراف الدول العربية في الأزمة الأوكرانية وقفت على الحياد لم تنحاز إلى روسيا ولم تنحاز إلى الولايات المتحدة وحلفائها ولم تقر أحادية العقوبات ضد روسيا الصين أيضا لم تقر أحادية العقوبات باعتبارها هي ترى أن في هذه العقوبات مخلفة للقانون الدولي رغم أن طبعا الكثير من الشركات الصينية ستكون حزرة في التعامل مع روسيا على أساس لا تريد أن تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية الحليف الاقتصادي نفسه دكتور سيد يعني بيعتبر بالنسبة لنا دلوقتي الصين حليف اقتصادي قوي بديلا عن الغرب وأمريكا يمكن أن نعتمد عليه؟ يعني احنا بنقول أن الصين أصبحت قوى اقتصادية كبيرة العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة نفسها هي علاقات ضخمة جدا العلاقات الاقتصادية بين الصين وبين الاتحاد الأوروبي هي علاقات ضخمة جدا ويمكن هذا التشابك الاقتصادي الكبير ما حجم احتمالية الصراع بين الصين وبين الولايات المتحدة على شكلة ما حدث بين روسيا وبين الولايات المتحدة الصين شريك اقتصادي ضخم لو نظرنا على سبيل المثال حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وبين الصين حوالي 300 مليار دولار ولو شفنا حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وبين الوقت المتحدة هنجد أنه هو التجارة الصينية مع الخليج أربع أضعاف التجارة الأمريكية مع الخليج إذن الحضور الاقتصادي الصيني في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج هو ضخم جدا لكن هذا لا يعني أننا سنستبدل الولايات المتحدة بالصين لأن الولايات المتحدة الوجود السياسي والوجود العسكري لها في منطقة الشرق الأوسط هو وجود ضخم عدد كبير من القواعد أكثر من 14 قواعدة عسكرية حوالي 30 ألف جندي أمريكي موجودين في المنطقة عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة بتمتد إلى 2030 فالصين لن تحل محل الولايات المتحدة كضامن للأمن في منطقة الخليج العربي لكن إذا قررت الولايات المتحدة أن تنسحب منظورها الأمن والعسكري في منطقة الخليج حتما ستحل الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن لعكمة عليها كشركة اقتصادي واحد أو واحد في الصين يمكن؟ المسألة ليس مسألة دول الخليج والدول العربية كما قال وزير خارجي تسنغافورة السابق من المستحيل الاختيار بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية أنت لك علاقات قوية مع الولايات المتحدة العالم العربي له علاقات قوية مع الولايات المتحدة ومع دول الاتحاد الأوروبي نحن لا نبحث عن استبدال علاقة بعلاقة نحن منفتحين على كل الأطراف نحن لدينا أجندة خاصة في التنمية الاقتصادية ومستعدين للتعاون مع الولايات المتحدة ومستعدين للتعاون مع الصين الصين الآن تعاني من طباط النمو الاقتصادي نتيجة أزمة كورونا ونتيجة الأزمة الأوكرانية وبالتالي هي تريد أن تدفع بالعلاقات العربية الصينية إلى مستوى أعلى هذا سيصب في مصلحة الصين وسيصب في مصلحة الدول العربية نحن بحاجة إلى بنية تحتية قوية الصين استصمرت في كثير من الدول العربية والدول الخالجية في البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق وهي مبادرة ضخمة جدا الولايات المتحدة ما زالت حتى الآن هي وحلفاء تحاول إيجاد بديل لهذه المبادرة آخرها طبعا كانت المبادرة اللي أعلن عنها بايدن اللي هو مبادرة من أجل عالم أفضل وبيتكلموا في حجم استصمرات من 200 مليار دولار إلى 600 مليار دولار بحلول 2027 لكن في الواقع وعلى الأرض لم نرى شيء من هذه المبادرة بعد والدول العربية ودول الخليج ليست على استعداد أن تستبدل العلاقات الاقتصادية القوية مع الصين بعلاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة وحلفائها لكننا على استعداد أن نفتح الباب لعلاقات اقتصادية قوية مع الطرفين ومع أي طرف تالي وده أفضل نعم وهذا أفضل للعالم العربي وأفضل للجول العالم بشكل يمكن سمعنا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من شوية أنه بيكلم عن أفاق التعاون وقال أن أفاق التعاون بتمتد إلى أفاق سياسية وثقافية نعم وليس اقتصادية فقط نعم البعد السياسي في العلاقات نحن جميعا على سبيل المثال في اللحظة الحالية بيجمع بيننا وبين الصين على سبيل المثال الدعوة لحل الصراع في أوكرانيا حلا سياسيا وحلا دبلوماسيا هذا هو الموقف الصيني وهذا هو الموقف العربي لأن هذا الصراع المفتوح الذي ضمر هيكل الأمن الأوروبي وأضر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في العالم وهدد أنظمة في دول شوفنا سيري العنكة على سبيل المثال أنهار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي داخل سيري العنكة إذن الدول النامية بتدفع سمن باهز لعدم قدرة الولايات المتحدة وحلفائها بقبول التحولات الجيوستراتيجية في العالم وصعود الصين وصعود روسيا وصعود قوى اقتصادية أخرى على سبيل المثال جنوب إفريقيا أو البرازيل خلينا نتكلم عن أهمية دور الشراكة بين مصر والصين في ترسيخ قيم هذا التعاون الصيني العربي نعم طبعا العلاقات بين مصر والصين هي علاقات قوية منذ الخمسينات وبنتبادل الدعم في القضايا المختلفة مصر أعلنت بشكل صريح أنها تدعم مفهوم الصين الواحدة وأن تايوان هي جزء يتجزأ من الأراضي الصينية وتدعو الاحترام وحدة أراضي الصين مسألة الأقليات أيضا مصر بترى أن الصين ما عنداش مشكلة مع المسلمي الإيجور في سنجيانج وهناك تسييس لمسألة الأقليات وهناك تسييس لمسألة حقوق الإنسان وهناك اتفاق ما بين الصين وبين الدول العربية وعلى رأسها مصر على ضرورة عدم تسييس مسألة حقوق الإنسان واستغلالها في ممارسة ضغوط على الدول العربية أو على الصين من أجل الحصول على امتيازات لصالح الدول العربية شايف دكتور سيد أن القمم العربية الصينية دي ممكن يعني تؤدي إلى حل حالة الأزمة المالية العالمية اللي ضربت العالم كله ومن بينها بالطبع الدول العربية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية أنا متفق مع ما ذهب إليه رئيس إندونيسيا خلال قمة مجموعة العشرين أنه ما لم يتم حل الصراع في أوكرانيا فمن الصعب على الاقتصاد العالمي أن يتعافى ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن العام القادم النمو الاقتصاد العالمي سيكون سالب اتنين وبالتالي لا بد من حل الأزمة الأوكرانية هناك إرهاصات بدء مفاوضات سياسية بين الولايات المتحدة وبين روسيا إلى أي حد ستذهب هذه المفاوضات هل يمكن حل الأزمة أو لا يمكن حل الأزمة غير معروف البعض يتنبأ أن الحرب في أوكرانيا قد تمتد سنوات ولكن الأمل أن يسود العقل ونصل إلى حل سياسي وحل دبلوماسي لكن التعاون ما بين هذه الأطراف ما يقللش من تدعيات الأزمة المليئة العالمية هو هيقلل لكن كنوع من التعافي وأن العالم الاقتصاد العالمي يعود إلى الوضع الذي كان فيه قبل اندلاع الأزمة وخصوصا أنه لم يكن قد تعافى بعد من تبعات وباء كورونا ده بيجعل المسألة صعبة تمام شايف إزاي أنه هذه القمم ممكن أن تؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية والعربية الأمريكية أو الخليجية الأمريكية في إطار نتائج قمة الرياض طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن القمة العربية الصينية لن تؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية لكن في نفس الوقت هي ليست سعيدة بهذه القمة وتبقى لبعض التقارير الصحفية البعض شبه هذه القمة بأن الصين تضغط على أصابع الولايات المتحدة الأمريكية لأن في الوقت الولايات المتحدة الأمريكية العلاقات متوترة مع الصين وخصوصا حول مسألة تايوان والعلاقات طبعا متوترة جدا يعني في أدنى مستوياتها مع روسيا لن تكون الولايات المتحدة سعيدة بهذه التظاهرة الدبلوماسية والاحتفال بالرئيس الصيني الشي وخصوصا بعد تجديد الثقة فيه في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني العشرين اللي جدد الثقة في الرئيس الشي وطبعا أصبح شي لأول مرة منذ ماو هو الزعيم الصيني الأكثر قوة في درجة عادل ما تمتع به الرئيس ماو داخل الصين وبالتالي ده بيجعل الصين أكثر حرية في الحركة وبيدفع الكثير من الدول نحو توصيق علاقتها مع الصين لكن الصين خلينا نتذكر الصين معنية في المقام الأول بتنمية العلاقات الاقتصادية في كل دول العالم من خلال مبادرة الحزام والطريق واللي بتمتد من جنوب شرق آسيا مرورا بجنوب آسيا مرورا بوسط آسيا وصولا إلى الشرق الأوسط ثم وصولا إلى أوروب طيب دلوقتي معروف أن الصين لها تحالف قوي مع إيران يعني وأنت تعلم موقف الدول العربية من إيران الصين تتحالف مع إيران على اعتبار أنها تمثل يعني موقف مضاد ضد الغرب وضد الولايات المتحدة الأمريكية هل يمكن أن يؤدي التقارب الصيني العربي إلى تقارب عربي إيراني؟ يعني عندما تكون أنت صديق لخصمين هذا يساعد في حل حالة الأزمة ورأب الصدق لكن هو ليس تحالف ما بين الصين وبين إيران ليس تحالف هو تعاون استراتيجي شامل والصين لديها تعاون استراتيجي شامل أيضا مع السعودية ولديها تعاون استراتيجي شامل مع مصر والتعاون الاستراتيجي الشامل هو تعاون اقتصادي تعاون تكنولوجي تعاون في كل المجالات ولكنه لا يرقى إلى التحالف العسكري هو ده يعني أسلوب الصين في تأطير العلاقات وتنمية العلاقات مع الدول الأخرى إذا نظرنا إلى حجم العلاقات بين حجم التجارة بين الصين وبين إيران على سبيل المثال سنجد أن هي 20 مليار دولار في حين أن حجم التجارة بين الخليج العربي أو دول الخليج العربي أو مجلس التعاون الخليجي وبين الصين حوالي 300 مليار دولار فما فيش وجهة مقارنة خالص حجم التعاون العسكري بين الصين وبين إيران وبين الصين وبين الدول العربية في مبيعات السلاح لا تتعدى 2.5% قياسا بحوالي 70-80% حجم مبيعات السلاح الأمريكي للدول العربية على سبيل المثال إذن حجم التعاون العسكري بين الصين وبين إيران أو بين الصين وبين دول الخليج والدول العربي هو شيء محدود جدا حتى المنورات العسكرية التي عقدت أو المنورات العسكرية البحرية التي عقدت بين إيران وبين الصين أو بين إيران ودول الخليج كلها كانت بهدف مكافحة الإرهاب والقرصنة وتأمين الخطوط التجارية البحرية ويعني لم تأخذ طابع عسكري أكبر من ذلك تمام نطلع مع بعض نتابع هذا التقرير الخاص بحلقة النهاردة عن العلاقات العربية الصينية لزميلة مارو عور اشتركوا في القناة في ظل توطرات تشهدها الساحة الدولية بدءا من الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط مرورا بالحرب في أوكرانيا وانتهاءا بالتوترات الصينية الأمريكية تسعى الصين إلى تعميق دورها في الشرق الأوسط وتوطيد علاقاتها بالدول العربية في هذا الإطار عقدت القمة العربية الصينية في العاصمة السعودية الرياض لتتوج مصارا طويلا من النجاح الذي حققه منتدى التعاون العربي الصيني منذ تأسيسه 2004 بالقاهرة وتؤسس لبداية مهمة واستثنائية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين فبكين ترى المنطقة العربية ذات أهمية جيوستراتيجية كبرى لها لوقوع طرق التجارة فيها واحتوائها على مصادر الطاقة خاصة أن الصين هي المستهلك الأكبر للطاقة في العالم ويتوقع أن يمثل الشرق الأوسط 70% من احتياجات الصين من الطاقة بحلول عام 2030 كما تعد المنطقة العربية سوقا استهلاكيا ضخما تسعى الصين للاستثمار فيه في ظل وجود مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع المملكة 2030 والعاصمة الجديدة في مصر والموانئ البحرية في عدد من الدول العربية إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار في الدول التي شهدت حروبا وضمارا مثل سوريا على الجانب الآخر تعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية منذ سنوات عديدة وفي الوقت نفسه تتزامن استراتيجيات التنمية طويلة المدى لدول الشرق الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق الصينية التي ستدفع الصين لتطوير البنية التحتية في المنطقة من طرق وجسور وسكك حديدية وموانئ لتسهيل الحركة التجارية والنقل في الاتجاهات كافة أهلا بكم من جديد دكتور سيد ميكاوي خلينا نتكلم عن بعض البيانات بالأرقام التي تمثل التعاون بين الصين والدول العربية يعني مثلا الصين وقعت اتفاقيات تعاون مع 20 دولة عربية بشأن الحزام والطريق قدمت 330 مليون جرعة لقاح كوفيد إلى 17 دولة عربية حتى يونيو الماضي فتحت أكتر من 230 مدرسة في الدول العربية منذ عام 63 الصين أرسلت 383 فريق طبي إلى الدول العربية منذ عام 2006 شايف المعالم دي دلالة على أي أنا شايف أن الولايات المتحدة دائما بتسعى إلى عسكرة الشرق الأوسط عسكرة نعم يعني بتبني قواعد عسكرية يعني 14 قواعد عسكرية في العالم حوالي 100 قواعد عسكرية لكن الصين لها قواعد عسكرية واحدة في جبوتي والهدف منها مكافحة القرصنة في باب المندب وفي البحر العربي في حين أن سوى ذلك الصين تبني مدارس تقدم مساعدات طبية تقدم لقاحات تستثمر في البنية التحتية في دول كثيرة وهي تقدم تعرض أن هي تبني مشروع البنية التحتية وتوفر التمويل لهذا المشروع يعني مش بس بتقول أن احنا سنبني لك مشروع لا كمان وحنديك التمويل لبناء هذا المشروع ولا تفصح الصين دائما عن هذه التمويلات وعادة ما تلجأ في حال وجود صعوبة في استكمال المشروع إلى تقديم تسهيلات والوقوف بجانب الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية شفنا أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تستثمر في مشروعات البنية التحتية في بلاد تعاني من الصراعات وفيها مشاكل أي مستثمر سيخاف يعني وبالتالي الدول النامية بحاجة إلى بنية تحتية وفقا لأحد الدراسات تعادل 40 تريليون دولار الصين من خلال مبادرة الحزاب والطريق والمبادرة الأخيرة التي خرج بها الرئيس الصيني مبادرة التنمية العالمية بتعرض حجم كبير جدا من التنويل لكي يستثمر في البنية التحتية في الدول النامية مطلوب من الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب أن يوازنوا ما تقدمه الصين من استثمارات في البنية التحتية في العالم النامي وكما أشرنا قبل قليل الدول النامية بما في ذلك الدول العربية لا تبحث عن أن تستبدل علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة والغرب بعلاقتها مع الصين أو مع روسيا هي مفتوحة على علاقات متوزنة مع كل الأطراف وعلى قاعدة احترام سيادة الدول والمنفع المتبادلة وهو شعار تؤكد عليه الصين في كل علاقاتها مع كل الدول الصغيرة أو كبيرة مسألة الندية ومسألة المساواة ومسألة win-win relationship أو يعني كذب الطرفين كذب الطرفين يعني قد يسأل سائل يقول لك طب أي الفوائد أو الجدوى الاقتصادية اللي بتعود على الصين إذا كل هذه المساعدات اللي بتقدمها للدول العربية نعم هي بتقدم هذا النوع من الاستخدام نعم هي تستسمر في البنية التحتية في الدول العربية ومن خلال هذا الاستثمار اللي بتنفزه شركات صينية وأحيانا تنفزه عمالة صينية هي بتنمي اقتصادها الداخلي وإحنا عارفين أن الاقتصاد الصيني في الماضي كان مبني على قاعدة التصدير يعني اقتصاد مبني بالأساس على أنه يصدر منتجات النهاردة في تحول داخل الصين من أن تعظيم فعالية السوق الصيني الداخلي يعني يبقى فيه نوع من الاستهلاك الداخلي بجانب التصدير وده بيوفر فرص متساوية للدول العربية والصين الصين تحتاج السوق العربي سوق ضغم جدا وتحتاج النفط العربي اللي احنا أشارنا أن حاليا الصين تحصل على 50% من نفطها من الشرق الأوسط ومرشحة أنها تبقى 70% خلال سنوات قليلة إذن هي بحاجة إلى استقرار الشرق الأوسط الصين تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في المنطقة دون تنمية لأن أنت محتاج بنية تحتية ومحتاج مشروعات حتى توفر وظائف للشباب حتى تخلق نوع من الاستقرار الاجتماعي وبالتالي استقرار سياسي وبالتالي استقرار داخل الصين اللي بتعتمد على هذه المنطقة في الحصول على النفط وفي بيع المنتجات ده حيدي مجال كمان للدول العربية أنها تبدأ تصدر منتجات أخرى داخل السوق الصيني اللي هو يعني بدء يستثمره في السوق المحلي على أساس ده حيقلل من تأثير التوترات خارج الصين على الاقتصاد الصيني يعني إذا كلمنا في إطار التعاون الثقافي الممتد أيضا بين مصر والصين أو بين العرب والصين أنه الصين يعني لديها جميع لتعليم اللغات الأجنبية ومن بينها اللغة العربية وأعتقد أنت لك تجربة وزيارات لهذه الجميع وحرص الصين على تعليم اللغة العربية بأبناء الصين بالضبط أنا زرت طبعا جامعة اللغات الأجنبية في بكين وفيه اهتمام طبعا باللغة العربية اهتمام كبير كجزء من استراتيجية الصين في توطيد علاقتها بمنطقة الشرق الأوسط واللافت أن رئيس الصيني في كلماته أمام المنتدى العرب الصيني أكد على مسألة التبادل الشعبي بين الصين وبين العالم العربي وأهمية تعميق العلاقات الثقافية ودعا إلى تدريس اللغة الصينية في الجماعات العربية لأن أنا شخصيا بعتقد أن الصراعات بتنجم عن عدم التفاهم وأحد وسائل التفاهم هو فاهم الآخر ولا يمكن فاهم الآخر بدون تعلم لغته وهو أنا عايزة عارب برضو الطلب الصينيين اللي بيدرسوا اللغة العربية هناك يعني انتبعتهم إيه واستجابتهم إيه لتعلم اللغة العربية طبعا هم طبعا سعداء طبعا بتعلم اللغة العربية والصين طبعا منفتحة على كل الثقافات وعلى كل اللغات كجزء من البناء الحضاري وعملية التحديث في الصين بما في ذلك اللغة العربية أيضا معروف أن الصين لديها تجارب ناجحة في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ده ممكن يفيدنا هنا في مصر إزاي خصوصا نحن نبحث عن هذه الصناعات الصغيرة طبعا الجاذب في النموذج الصيني أنه ليس النموذج الليبرالي الغربي ومع ذلك نجح هذا النموذج في تحقيق التنمية الاقتصادية ووصل بالصين إلى أنها تصبح تاني أكبر قوة اقتصادية في العالم وأعتقد أن كثير من الدول العربية تريد تقليد هذا النموذج الصيني في التنمية كبديل للنموذج الغربي القائم على الانفتاح الليبرالي واللي طبعا بيؤدي لمشاكل اجتماعية دكتور سيدي في إطار هذا التعاون والحرص الصيني على تدعيم العلاقات الصينية العربية الصين خصصت 124 مليار دولار لخطة الطريق الحريري الجديد هل نتكلم شواء عن هذا الطريق وندي فكرة للسادة المشاهدين عنه طبعا طريق الحرير الجديد مقصود بيه الطريق البحري وطبعا في قلب هذا الطريق قناة السويس تعتبر أهم مكان في هذا الطريق هو قناة السويس طبعا في منطقة صناعية الصينية في منطقة قناة السويس عندنا وفي حوالي 24 ميناء على هذا الطريق بتقوم الصين بتنمية هذه المواني طبعا هناك انتقادات غربية بأن الصين لديها نواية أخرى خفية يعني استغلال عسكري لهذه المواني وما إلى ذلك ليس هناك دليل على ذلك البعض بينتقد هذا الطريق لكن زي ما قلنا من شوية الدول النامية والدول العربية بحاجة إلى أموال ضخمة جدا لتنمية البنية التحتية سواء كانت البنية التحتية الداخلية أو البنية التحتية الموانئ على البحار وبالتالي هي ترحب بالمبادرة الصينية سواء كان طريق الحرير البحري أو طريق الحرير البحري طريق الحرير البحري بيبدأ من ميناء جدار في باكستان مرورا بالمحيط الهندي مرورا بالساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية دخولا على مضيق باب المندب ثم البحر الأحمر قناة السويس شرق البحر الأبيض المتوسط لإيطاليا ده مفروض ينتهي إمتى؟ لا ده حياخد عقود لأن حجم الاستثمراء الضخمة ورسوية مخصصة 24 مليار الدولار نعم ده مرحلية ده مرحلية حقيقة في نهاية لقاءنا أنا بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتقدير دكتور سيد مكاوي زميل كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتكم على المتابعة وغدا لقاء جديد وحوار جديد في حوارتي اليوم فإلى اللقاء شكرا لحضرتك